رسائل نهاردة كتيرة جدا كلها طبية ما عادة رسالة اولى تمشي طبية وتمشي غير طبية بحبتدي بيها لانها انسانية زيادة شوي هي بتقول ما لقيتش حد اتكلم معي فحكلمك انت يا دكتور اختي كانت من الناس الشطرة في السنوار العامة وبشهادة الجميع والمدرسين والناس والدرجات والامتحانات المستوى بتاعها متفوق جدا المهم طلعت النتيجة وكانت صدمة لنا وليها على مجهود واحلام راحت على الارض وبقيت الرسالة كلها بهذا المعنى انها بنت مجابتش مجموع اللي دخلها كلية اللي هي عايزها وتقول في الاخر ان حالتها النفسية تحت الصفر وحندخلها جامعة اهلية ولا حندخلها جامعة حكومية ولا جامعة خاصة وهي من المفهوم الرسالة ان الحالة المادية لا تسمح لا بجامعة اهلية ولا بجامعة خاصة كان تتمنى جامعة حكومية حقول كذا حاجة حاجة لها وحاجة الاهلها وحاجة المسؤولين حاجة لها وحاجة الاهلها وحاجة للمسؤولين طبعا احتراما وتقديرا ابتدي بالمسؤولين كنا في مجلس الجامعة انا عضو مجلس جامعة القاهرة وفي طلبة كانوا عشان يخش الامتحان له ماجستير عشان يخش له مصاريف معين ومش قادر يدفعها فالقرار العادي جدا جدا اللي كان المجلس هياخده انه خلاص مش هيسجل هو صقت مرة عشان يخش تاني مرة لازم يدفع مصاريف هو مش قادر عليها فانا قمت في مجلس جامعة القاهرة يشهد على ذلك اعضاء المجلس ويشهد على ذلك رئيس جامعة القاهرة الدكتور اخويا المحترم الدكتور عصمان الخشط يشهد على اللي انا قلته قلت الناس بتلم فلوس عشان نخل وعشان قبار وعشان ايه وعشان ايه وعشان ايه ما يبقاش فيه صندوق للطالب للطلبة ما فيه صندوق في مصر للطلبة كيفا وانا قلت لهم انا المسؤول عن ان انا في الاعلام ابقى مسؤول عن ان انا قلم الناس دول يحطوا فلوس حيجيلكم مليارات لان الشعب المصري شعب اصيل اللي بيدفع لو سمع والله لو اي حد سمع ان طالب مش قادر يتعلم عشان ما معاوش فلوس والله لن يتأخر اطلاقا فانا بناشد المسؤولين وعلى رأسهم سيادة معالي رئيس الوزراء لماذا لا يكون هناك صندوق زي صندوق تحيا مصر صندوق للطلبة اللي عايز يتبرع يتبرع مش هنحط في حاجة من الحكومة خالص اللي عايز يتبرع وندرس حالة كل طالب مش كل واحد يقول ان انا عايز اتعلم في الحياة التلفونية لا هندرس حالة كل طالب الحالة الاجتماعية لا تسمح ومجموعه لا يسمح بدخول جامعة حكومية انا اتولى اتولى تعليمه اما في جامعة اهلية وفي اما جامعة خاصة ليه ما نبتديش المشروع ده ده مشروع مهم جدا 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 صندوق للطلبة مش لحد تاني ده انا ده في محطة قناة في التلفزيون مورهاش حاجة غير انها تجمع تبرعات ليه للنخل وللمية مشاكرين اعملوا كده بس الطلبة اولى الطلبة اولى لان الطالب التعليم ده ده رقم واحد في حياتنا رقم واحد اول كلمة نزلت من السماء الى الارض اقرأ اول كلمة اخدوا المعنى ده مهم جدا ده للمسؤولين نمرة اتنين لأهل البنت محدش دقيقة خالص جايز مكادش موفقة في الامتحان مجابتش محدش دقيقة خالص عيب لو حد قال لها او اعيرها بانها مجابتش مجموع وكان نفسك او كده سواء من الاهل القريبين اوي او من الاهل الابعد الخال والعم ومن العم والكلام اما للبنت بقى اسمعيني كويس اوي اسمعيني كويس جدا انا ما عرفش اسمك ايه وانا عارفه بس انتي طلبتي ما نقولش اسمك يعني تعرفي ايه اللي بكرة هيحصل لو قلتيني بكرة هيحصل ايه اوافقك على حزنك بكرة ايه اللي هيحصل اظن ده غيبيات في خمس غيبيات ربنا خفاهم عنين خفاهم يعني عنده علم الساعة وينزل الغيس ويعلم ما في الارحم ولا تدري نفسه ماذا تكسب غدا ولا تدري نفسه باي ارض تموت هحكي القصة دي لعاشر مرة الولد اللي في دفعتي اللي طلع الاخير ارقى واحد ماديا وعلميا ومنصب فينا هو كان طلع الاخير كان طلع الاخير في المدرسة كنت مدرسة الارمان والنتيجة بتتقري الاول فلان التاني فلان الاخير فلان ابوه مسكو ضربه وابوه يزاعل من ابوه لانه بيهينه قال له ما تسيوي اخي حد عارف اوعي تحطي مستقبلك في المربع بتاع مجموعك مستقبلك يعلمه الله وقد تكوني وزيره وزيره هو يعني هو لازم اخلش كله الطب عشان ابقى ناجح طب والسفرة مدخلش الطب ولا الهندسة ولا الصيدالة وصفرة لبلدهم في بلد تانية طب القضاء اكثر ناس محترمين القضاء اي وظيفة مدام وظيفة شريفة تخفيش يا بنتي ربنا سبحانه وتعالى اتكلم على كل حاجة على الارض الارض فيها كل شيء ما عدا الرز وفي الارض قطع المتوجه يا رب وفي انفسك والنخل والزيتون والرمان وكل حاجة في الارض ما عدا الرز استبعده وفي السماء رزقكم وماتوا عدون ومش بس كده ربنا نادرا جدا 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 لما يقسم بذاته نادرا جدا ان يقسم بذاته اقسم بذاته في الرزق وفي السماء رزقكم وماتوا عدون فهو رب السماء والارض اللي بعدها انه لحق مثل ما انكم تنطقون يا بنتي اوعي تقلقي بناشد المسؤولين وعمل صندوق للطلبة الغير قادر يتعلم لا داعي ان هو يشحت او يتسول عشان يتعلم لا الدولة هتقوم بتعليمه سواء كان حكومي وله مصاريف او اهلي او خاص فيه جامعات خاصة كتير جدا انا اعرفها صاحب الجامعة بيقبل ناس بعد دراسة حالتهم بيقبلهم وبياخدهم مجانا بس احنا مش عايزين ان احنا نربط الكلية بالمستقبل خالص ايه واي تربط يا بنتي الكلية بالمستقبل بالمستقبل المستقبل ده في علم الله ده في علم الله محدش يعرفه خالص خالص انت هتطلع ايه الله يحلم والله جايز جدا جدا تفتكري كلامي طبعا مش هكون على قيد الحياة بس هتفتكري كلامي تقول ليه الله ده اللي حبقى وزيرة وانا وزيرة دلوقتي او سفيرة او مديرة كبيرة او رئيسة منطقة كويسة اي حاجة بس ايه واي تربط يا بنتي الكلية اللي انت كان نفسك فيها بمستقبلك ما بقولش بالرزق لان المستقبل هو جزء من الرزق ما بتكلمش اطلاقا على فلوس